موسيقى هلا والله سلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم طيبين بخير مبسوطين رجعنا لكم بمقطع جديد ومقطع Red Redemption 2 طبعا في مقطعنا الي اليوم رح نتكلم عن تسريبات ضخمة جدا ولها علاقة بطور القصة او الستوري مود فتعالوا سويا نخش في المقطع اولا هذه التسريبات جات من احد مطورين شركة روكستار بنفسها طبعا هذا الشخص اشتغل مع روكستار لمدة ستة سنوات وطلع من الشركة قبل عدة شهور يعني المسرب اللي معانا احد مطورين لعبة Red Redemption 2 وشاف تطوير اللعبة من البداية الى النهاية من اول شجرة انحطت في العالم الى اخر شجرة انحطت في عالم Red Redemption 2 طبعا خوينا رح يتكلم عن اشياء ضخمة وعديدة تم حذفها من اللعبة تماما طبعا التسريبات يعني تحتمل الصواب وتحتمل الخطأ ممكن تكون صحيحة ممكن تكون خاطئة ايضا من هذه التسريبات ترى نوعا ما نقدر نستنتج انه من احد هذه النقاط ممكن نشوف DLC قادم في الفترة الجاية طيب زي ما تعرفون لعبة Red Dead Redemption 2 تم حذف منها ستة ساعات كاملة ويعني ستة ساعات ابدا ابدا ما هي قليلة تقدر تتكلم في ستة ساعات هذه عن العديد من النقاط وتحط فيها احداث كثيرة طبعا خويا رح يتكلم عن 81 نقطة كاملة لكن ما رح نتكلم عنها كلها لان بعضها بايخ فقط رح نتكلم عن الاشياء الرهيبة والشيقة فتعالوا سويا نخش في التسريبات اول نقطة تكلم عنها وتم حذفها من اللعبة هي انه احداث Red Dead Redemption 2 المفروض انها تكون من عام 1877 ميلادي وتحديدا لما ارثر مورغين انظم لدوتشو خوسيا ماثيوز هو صغير والاحداث تستمر 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 لحد ما العصابة تتفكك عام 1899 بعدها رح يبدأ الابلوغ ايضا ذكر نقطة جدا جدا مهمة قال انه العديد من احداث لعبة Red Dead Redemption 2 قبل عام 1899 المفروض تكون موجودة في اللعبة كمهمات رئيسية واساسية لكن تم حذف هذا الشيء واكتفينا فقط بانها تذكر ويتحدث عنها كحوارات بين افراد العصابة على سبيل المثال مجزرة Blackwater المفروض تكون في اللعبة لكن تم حذفها وفقط يتم ذكرها بين افراد العصابة كحوارات واو فعلا واو تخيلوا يا اخوان انه كان بامكاننا اننا نعيش حياة ارثر مورغين من الصغر لحد ما يموت يعني هذا الشيء رح يخلينا نتعلق في الشخصية بشكل كبير جدا اضافة تخيلوا يا الاهبيين اذا كان بامكاننا اننا نشوف مجزرة Blackwater واش صار فيها من البداية الى النهاية من الالف للياء رح يكون شيء جدا جدا رهيب لكن للأسف هذا الشيء لم يحدث طبعا بما انه روكستار قد اشتغلت على مهمة Blackwater وعندها الاساسيات والبايسيكس اتمنى اتمنى اننا نشوف مجزرة Blackwater كDLC في الفترة القادمة صراحة رح يكون شيء عظيم جدا النقطة الثانية اللي تكلم عنها وتم حثفها من اللعبة هي انه المفروض يكون عندنا ابلوغين او اثنين ابلوغ وطريقة اختيارك للابلوغ رح تكون معتمدة عليك انت فاذا كان شرفك عالي الابلوغ رح يكون بجون مورستين هو يبني بيتشارز هوب لكن لو كان شرفك نازل رح تلعب بدوتش فيندرليند وهو يكون عصابته الثانية اللي كانت من الهنود الحمر واللي لاحقا رح تظهر في الجزء الاول من ردد ريدمشن يا رجل قد ايش رح تكون اسطورية لو حدثت فعلا تخيل يا لهبيين وانتو تلعبون بدوتش فيندرليند يقلع ابو الفخام يا شيخ من وجهك نظري انا صراحة اشوف هذه النقطة لو اضافوها رح يكون شيء ضخم جدا لانه زي ما تعرفون في اللعبة الاساسية الشرف يعني نوعا ما ما يفرق سواء كان عالي او نازل ارثر مورغين في كلتا الحالتين رح يموت ولاحقا رح تلعب بجون مورستين لكن لو كانت النقطة اللي تكلم عليها موجودة في اللعبة فعلا وتم اضافتها لو كان شرفك عالي وانت شخص طيب يعني وتحب الخير فرح تستكمل المسيرة الطيبة بجون مورستين هو يبني عائلته ويسوي الاشياء الطيبة ويسوي الامور الخيرية صح ولا لا لكن لو كان شرفك نازل عفريت وتقتل الناس ويعني تحب الشر رح تستكمل مسيرتك الشيطانية مع دوتش فيندرليند ورح تستمر في القتل وتخريب المجتمع تحس انه لو فعلا طبقوها الابلوغ رح يكون مناسب للطريق اللي انت سلكته من بداية اللعبة الى النهاية اذا كنت شخص عفريت وتحب تقتل فرح تستكمل مسيرتك بدوتش فيندرليند اللي رح يكون عصابة ورح يستمر في الجلد والتخريب بينما اذا كنت شخص يعني طوال مسيرتك طيب وتحب الخير فخذ جاك مورستين وكمل مسيرتك رجل طيب ويفعل الامور الخيرية صح ولا لا ولا ش رأيكم يا الهبيين النقطة الثالثة اللي تكلم عنها وتم حذفها من اللعبة هي انه المفروض انه باستطاعتك انك تاخذ افراد العصابة معاك في اثناء تجوالك في عالم ريد درديمشين 2 تستطيع انك تاخذ شخصية واحدة من ثلاثة شخصيات فاذا كان شرفك عالي تستطيع انك تاخذ معاك يا جون مورستين يا سيدي ادلر يا شارلز سميث لكن لو كان شرفك نازل رح تاخذ معاك شخص واحد من الثلاثة الاشخاص التاليين خافيار سكويلا بيل ويليمسين ودوتش فيندر ليندن اخ على الاشياء الرهيبة اللي شالوها يا اخي والله لو كان هذا الشي موجود رح يكون شي عظيم فعلا تخيل معايا تشيل معاك سيدي ادلر او جون مورستين وتستكشفون العالم سويا وتسرقون مع بعض وتقتلون مع بعض وتحلون الالغاز سويا شي يعني يا للهول صراحة النقطة الرابعة انه المفروض تكون عندنا اماكن اكثر من الاماكن الحالية بمعنى المفروض انه الماب يكون اكبر من الماب اللي جانا بعدها ذكر بعض المدن اللي تم حثها مثل كاليفورنيا وسان دييغو ونويفا البرسيو اضافة الى انه لايت نيو اوذر المفروض يكون فيها مدن اكثر من كذا بعدها قال انه المفترض انه مدينة ارمدلو اكبر من الموجودة بل انه قال ارمدلو المفترض انها تكون عدة مدن وعدة مناطق وهذه المناطق يعني تستمر وتنتشر لحد المكسيك لكن هذا الشي لم يحدث اطلاقا صراحة هذه النقطة جدا جدا مهمة لانه فعلا يا اخي لما تخش ولاية نيو اوستن نوعا ما فاضية وما فيها مدن كثيرة كل نيو اوستن على بعضها تقريبا ثلاثة مدن رئيسية وايضا من هذه النقطة نقدر نستنتج انه روكستار كانت تخطط انها تضيف المكسيك في ردد ردمشين تو لكن ما اضافوها لسبب ما وانا اتوقع مستقبلا رح يستخدمون المكسيك في شي ضخم جدا النقطة الخامسة اللي تكلم عنها وتم حذفها انه من المفترض انه ارثر مورغين بامكانه ياخذ سفينة ويرجع الى جزيرة جوارما بعد الشابتر الخامس وهذه النقطة يعني نوعا ما مبهمة يعني ليش ارثر مورغين يرجع مرة اخرى لجزيرة جوارما بعد الاحداث البشعة اللي صارت له هناك وقدر يهرب منها ليش يرجع لها مرة اخرى النقطة السادسة من المفترض انه مسبب مرض ارثر مورغين يكون غير معروف بشكل مباشر وانه ارثر مورغين اصيب بمرض السل بسبب افعاله السيئة وغيرها فقط لكن هذا الشي لم يتم اعتماده اطلاقا وكلنا عرفنا انه مسبب مرض ارثر مورغين كان توماس داونز النقطة السابعة اللي تكلم عنها وتم حذفها من اللعبة من المفترض انه ارثر مورغين يستطيع العودة الى بلاك ووتر ويستكشف ولاية نيو اوستن في اي وقت بداية من الشابتر الثاني بل انه اضافه قال انه من المفترض ارثر مورغين يرجع لبلاك ووتر ويسترجع الفلوس اللي تم سرقتها من البنك وارثر مورغين رح يرجعها ويعطيها لدوتش فندرليند والعصابة تهرب وينتهي الموال بالكامل وارثر مورغين له نهاية سعيدة لكن هذا الشي لم يتم اعتماده للأسف طيب في هذه النقطة نقدر نستنتج انه روكستار فعلا خططت انه ارثر مورغين تكون له نهاية سعيدة وانه يعيش في نهاية المطاف لكن في النهاية روكستار ما اعتمدت هذا الشي وخلت الموضوع اكثر درامية يعني دوتش يصبح مهوس بالمال والسلطة والقوة وهذا الشي يخليه يخسر ارثر مورغين وخوسيا ماثيوز وبقية افراد العصابة النقطة الثامنة وهذه النقطة رح تعجب بعضكم لكن في الجهة الاخرى ما رح تعجب البعض مايكا بيل المفروض يكون شخص طيب او بمعنى اخر المفروض يكون اقل سوء من مايكا بيل الحالي المطورين كانوا يبغون مايكا بيل ينحدر من عائلة غنية ويقرر انه ينضم الى دوتش وعصابة دوتش لانه يحب حياة الخارجين عن القانون ويبغى يجربها طيب المطورين كانوا يبغون قصة مايكا بيل كالتالي بعد مهمة سرقة بنك الساندنيس مايكا رح يعلم البنكر تيمز بافعال دوتش وراح يفضح جميع خطط دوتش من الالف للياء طيب يا مايكا ليش سويت هذا الشيء؟ مايكا يشوف انه دوتش رح يؤذي الناس وابدا ابدا ما رح يكون الشخص المناسب اللي رح ينقذ العصابة من هذه المعمعة لذلك هو لجأ لهذا الحل انه يوشي بدوتش فندر ليند للبنكر تينز ويفضح جميع خططه طبعا دوتش فندر ليند لما يعرف بخيانة مايكا بيل رح يعدموا شنقا ويقتلوا واو يعني حرفيا المطورين كانوا يبغون مايكا بيل الحنش شخصية طيبة وشخصية اسطورية ومهتم بافراد العصابة ويبحث عن مصلحة العصابة صراحة بالنسبة لي انا رح اختار مايكا بيل العفريت والشيطان حقنا مايكا بيل حقنا احسن بمية مرة من مايكا بيل الطيب يعني مايكا بيل هذا اللي تكلمون عنه حرفيا طالبينه من جولي شيك ونون طيب هذه هي التسعة التسريبات اللي من المفترض انها تكون في طور القصة لكن تم حذفها لسبب ما طيب يا لهبيين لو كان بامكانكم انكم تضيفون النقطة واحدة من النقاط التسعة ايش رح تضيفون بالنسبة لي انا صراحة رح اضيف دوتش فندرليند في الابلوغ وموضوع الابلوغين بجون مورستين ودوتش صراحة رح يكون شي رهيب جدا طيب بكذا وصلنا معاكم لنهاية المقطع لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة حطوا لايك ليجيكم هدى الان ادمر لكم الجبهة يلا سلام عليكم اشتركوا في القناة